اشتركوا في القناة 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 المركز الثاني بلقى عيضر مشاهد الكرام الشاهنية سلطان بن سالب بن سلطان المحاربي مع المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذا التقدم والحبور من شاء الله المركز الثالب تابع مشاهدين الكرام والتقدم على مستوى المركز الثالب المركز الثالب المركز الثالب في هذه اللحظات والتقدم مشاهدين العزاء بهذا الابداع وبهذا ايضا الاتارة بلقوا مشاهدين الكرام على مستوى المركز الرابع وتتقدم اللي هي ايضا سرابة مبارك بن محمد بن مسري الهاملي احتلت المركز الرابع المركز الخامس المركز الخامس وصر النداء وكذلك صعايب سالم بن حمد بن عبدالله العفاري يقدم صعايب على مستوى المركز الخامس المركز السادس المركز السادس ستقدم عقايب منصور بن قوير الله بن علي الاحباب يأتي كذلك بدوره في هذه اللحظات مزون سالم بن سليمان بن حمد القعنوني يأتي كذلك ايضا منطلقا مع مزون المركز اللي بعد مشاهدين الكرام في هذه اللحظات شرارة محمد بن سليمان بن مصبح بن بطل اكتبي احتلت المركز ايضا مشاهدين الكرام الثامن المركز التاسع عطر المركز التاسع ومن ميمنة الميدان تتقدم مشاهدنا الكرام اللي هي سمحة سالم بن مسلم بن قزول العام ريحتلت المركز التاسع المركز العاشر بلقى اللي هي ريمة وسيف بن علي بن حمدان الشامسي يقدم ريمة على مستوى المركز العاشر هذه هي نتائقنا مشاهدنا الكرام في هذه اللحظات وبهذه التحديات الرائعة والقميلة ولكن بعودة إلى الصدارة إلى مغدمة الشوطة إلى من تقود المسيرة في هذه اللحظات من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات من شاء الله تبارك الرحمن وإحناك أيضا مسيطرة كل السيطرة على مقدمة الشوط مياسة سعود بن سالم بن راشد الساعدي مع المركز الأول في هذا الانطلاق بينما بلعه مع المركز الثاني سلطان بن سالم السلطان الحربياتي كذلك بدوره في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق على مستوى المركز الثاني المركز الثالثة شوف التقدم في هذه اللحظات مع مياسة وسهيل بقميس بن محمد الشامس يأتي كذلك بدوره حاضرة مع مياسة المحير بن عمد كرام مع المركز الثاني المركز الرابع أتابعي والحبل الكريم في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق من خلال تواقد سرابة مبارك بن محمد بن مسري الحاملياتي كذلك بدوره على مستوى المركز الرابع المركز الخامس تقدم آخر في هذه اللحظات مع مزون وسالم بن سليمان بن حمد القعنوني يقدم مزون على مستوى المركز الرابع المركز الخامس شوف التدخل في هذه اللحظات مع صعايب وسالم بن حمد بن عبدالله العفاري يأتي كذلك بدوره مع صعايب في هذه اللحظات المركز أيضا هناك وصل لدانا مع المركز السابع وتقدم في هذه اللحظات من خلال تواقد أيضا عقايب ومنصور بن القبير الله بن علي الأحبابي بينما تدخل من خلال تواقد شرارة محمد بن سليمان بن مصبح بن بطي الأكتبي وهناك أيضا حضور مع سمحة سالم بن مسلم بن قزول العامري يأتي كذلك بدوره حاضرا في هذه اللحظات وهناك أيضا ريمة سيب بن علي بن حمدان الشامسي يقدم ريمة في هذه اللحظات بدت تدخل ريمة وبدت ترفع رأيس التهديد في هذا الأبداع وبهذا التحدي المثير هذه الأسماء التي ذكرت إلى مسامعكم وإلى حضراتكم وإلى أيضا هذه المجموعة التي انضمت في هذا الانطلاق والباحثة عن الفوز وعن الناموس وعن الانتصار ولكن بعود إلى الصدار إلى مقدمة الشوطة مع المركز الأول هذه هي تتقدم في هذه اللحظات ومسيطرة كل السيطرة على مقريات الأمور ما شاء الله بلع مع المركز الأول ولكن اللي غيرت على الصدار وثابت وقودها في هذه اللحظات على الصدار على مقدمة الشوطة اللي هي مياسة سعود بن سالم بن راشد السعدي مع المركز الأول يقدم اللي هي أيضا مشاهد الكرام مياسة على الصدار وعلى مقدمة الشوط بينما المركز ثاني بلقا اللي هي أيضا مياسة وسهيل بن خبيس بن محمد الشامس يقدم مياسة على مستوى المركز الثاني في هذه اللحظات بينما المركز الثالثة سراب مبارك بن محمد بن مسري الحامل حاضنا بن محمد في هذه اللحظات ويقدم أيضا بهذا الانطلاق سرابة على مستوى المركز الرابع والثالث في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع بدينا نقترب بدينا نتقه نحو خط النهاية وثلاثية أيضا في هذا الصباح مع هذه الأسماء ومع هذا التواقد والحضور مشاهدين الكرام في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق من شاء الله وهذه هي مياسة على مقدمة الشوطة مياسة مع المركز الرول تتقدم القموع في هذه اللحظات وتنطلق بهذا الانطلاق على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الرول من شاء الله يقدم مياسة هناك سعود بن سالم بن راشد السعدي من بداية الانطلاق السعدي ومسيطر كل السيطرة على مقريات الأمور لكن سرابة حاول ويقدمها هناك ايضا مبارك بن محمد بن مسري الحاملية ولكن هناك دخول آخر مع مياسة وسيل بخميس بن محمد الشامسي شو هناك التحدي والسعدي الله السعدي اراح مع المركز الرول بدأ بالاندفاع في هذه اللحظات وبهذا ايضا التقدم والحضور من شاء الله مع اللي هي ايضا المشاهد الكرام الله مياسة ومياسة من شاء الله شوف التحدي ما بين الاثنين ما بين مياسة السعدي وكذلك مياسة مع الشامسي وخط النهاية ايضا يقترب ما بين الثنتين في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع من شاء الله تبارك الرحمن ولكن اللي غيرت مياسة الشامسي السيل بخميس بن محمد الشامسي تهانينا ونموت ولحظات الوصول الى خط النهاية المكة الثانية عند السعدي المكة الثالثة مبارك بن محمد بن سري الحاملية المركز الرابع ايضا تدخل مع صعيب سالم بن حمد بن عبدالله العفاري والمركز الخامس هناك دخول مع عمزون سالم بسريمان بن حمد القعنوني هذه هي نتائقنا وهذا هو توقيتنا الزمني مع مياسة سهيل بن خميس بن محمد الشامسي تسع دقائق وسبع ثلاثين انتهى لنا ونموت على هذا الفوز والانتصام